السؤال الأول هل يحق لأي مسؤول مسلم في دولة مسلمة تعني له فكرة أنه يطلقها على العنان مثلما فعل الرئيس التونسي ويقول هو ومؤيده أفكاره بأن ده شأن تونسي داخلي فكرة تتعلق بالدين الإسلام السؤال الثاني هل الإسلام مرجعية نرجع ليها يعني المسيحيين الكاثوليك بيروح له الفاتيكان في بابا الفاتيكان في مجمع القرادلة هناك يقول لا ممنوع مقبول نوافق عندما أطلق الرئيس التونسي دعوته بأن تتساوى المرأة أو الأنسة والذكر في المراس وأيضا أن يحق للمرأة التونسية المسلمة أن تتزوج بغير مسلم خرج رأي من الأزهر على لسان وكيل الأزهر بيقول رد عليه بعض الأخوة في تونس قالوا لأ ده شأن تونسي محت هل ده ينفع هل الإسلام له مرجعية يعني مؤسسة زي مؤسسة الأزهر العالم الإسلامي مفروض يستمع فيه إلى رأي مثلا مجمع البحوث الإسلامية هيئة كبار العلماء فضيلة الإمام الأكبر طبعا بأي صورة من الصور أنا أرفض أرفض الدخول الخفيف اللي قام بيه الدكتور عباد شمان بالرد على مقاله الرئيس التونسي لأن أنا كنت أنتظر أن فضيلة الإمام الأكبر يطلع بيان يقول إحنا هندرس في الأزهر الدعوة اللي أطلقها القائد السبسي وحشوف هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ونعد نتنقش ونطلع بيان بيان بقى بتوقيع علماء الأزهر الشريف بيبقى بيرد بقى لكن ما يبقاش فيه رد بلسان الدكتور عباد شمان ما ينفعش حضرتك لا تمثل الأزهر حضرتك لا تمثل الأزهر وكان لازم تقول ده رأيي لكن ننتظر هيئة كبار العلماء يعني حاجة بهذا الشكل النهاردة لو دولة إكس تلع رئيس وزراءها ولا أي حاجة قالك أنا هسمح للمرأة التعدد الزواج إنها تجمع بين زوجين مثلا هل ده هنقول ده شأن داخلي هو أنا بطرح سؤال أنا بعنديش إجابة ليه بالمناسبة معي على التلفون